اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومية صادر عن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 حول مسجدات الفيروس في مملكة البحرين اعلنت عن اعداد الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا منذ بدء الحملة الوطنية للتطعيم حتى اليوم حيث بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الاولى نحو خمسمائة وسبعة عشر الفا وستمائة وثلاثة اشخاص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية نحو مائتين وسبعة وخمسين الفا وخمسمائة وثلاثة وتسعين شخصا واشارت وزارة الصحة الى ان التطعيمات تعد وسيلة فعالة تهدف للوقاية من الامراض بشكل عام ومكافحة مسبباتها مبينة بان هذه التطعيمات على اختلافها اثبتت جدارتها في مواجهة العديد من الامراض المعدية كونها تسهم في تطوير استجابة مناعية للجسم عبر منع العدوى او السيطرة عليها الى جانب تقوية الجهاز المناعي من خلال تكوين الاجسام المضادة بشكل امن